رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الإسرائي والمعراج وتقدم رئيس مجلس الشيوخ للرئيس السيسي والشعب المصري بأسماء آيات التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى الإسرائي والمعراج مصر نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومعراجه إلى السماوات العلا مشيرا إلى أن تلك الذكرى التي ننهل من دروسها المزيد من الثقة داعينا الله أن يحرر أقصان المحتل وأن يحفظ بلدنا وجميع بلاد المسلمين